دكتور هذا هو سؤال ربما إذا سمحت لي ونشكرك على هذا الإجاز فيما يتعلق بموضوع الإرهاب وهذه المقدمة ولكن كيف يمكن للدول العربية ونحن هنا نمثل العراق، الأردن، مصر وفلسطين بأشكال مختلفة من الإرهاب تعاني منها هذه الدول في مصر جماعة الإخوان المسلمين وعملين الإرهاب الفكري إرهاب ما بعد الأزمة في العراق الأردن يدفع هذا الثمن الكبير نتيجة لأنه دولة بجوار هذه الدول التي تعاني من هذا الشكل من الإرهاب فلسطين والاحتيال الإسرائيلي معروف بإرهابه للبشر والحجر والممارسات الإسرائيلية لا تخفى على أحد كيف يمكن أن تكون هذه الدول مجتمعة عملياً تحارب هذا الإرهاب؟ هو طبعاً فيه قواصة مشتركة زي ما حضرتك أشرت فيه امتدادات الإرهاب بسرعة وبخرى يعني المسافة صفر في تأديري بين الضفة الغربية وما بين إسرائيل ومع ذلك هناك سلفية جهادية ومدخلية في هذه المناطق ولا تتعرض لها الجانب الآخر من الرمل يعني هناك شبكات بتم الكشف عنها تقريباً بصورة دورية في هذه المناطق لكن المشكلة الرئيسية هنا هي مرتبطة بأمرين هو هذا الامتداد للتنظيمات الإرهابية تحت مصميات مختلفة يعني الكثير عن استراتيجية المجابهة يفصل لحضرتك انتهى تنظيم دولة الخلافة داعش في العراق لكن امتد إلى مناطق أخرى من العالم النهاردة الموجة الثانية من تواجد العناصر ليس على الأرض يعني كانت موضوع اقتطاع مساحة من الأرض كان الهدف في إقامة تنظيم دولة الخلافة في العراق وفي سوريا بطبيعة الحال اليوم أنا أعتقد تبعصر التنظيم في عمليات كثيرة هو اللي يفصل لحضرتك حالة عدم الاستقرار بصورة أو بأخرى يعني تنظيمات الموجودة في جنوب السحر والصحراء مختلفة دلوقتي على الجيل الأول يعني المفكرين الخاصين بيدرسوا فكرة الإرهاب المتعدد للأطراف يقفوا قدام حكتين الحاجة الأولى هي مرتبطة بتمدد تنظيمات الإرهابية في الإقليم تحت مساميات مختلفة والأهداف اللي بتقوم بيها يعني لا يمكن أن نضع أنصار بيت المقدس بعددهم موجودين في سيناء في مراحل معاناة زي الموجود كان في مرحلة معاناة في العراق وفي سوريا أو في مناطق الحدود التماس ما بين الأردن والعراق وغيرها وفي سوريا بطبيعة الحال الآن الأمر تغير هناك موجة جديدة وموجة مختلفة وسائل مستحدثة حتى الأقاليم للتنظيمات الإرهابية في مناطق أسيا اختلفت عن النسخة في أفريقيا وهناك إرهاب لأديان أخرى ليس مقصورا على الإسلام يعني التنظيمات الإرهابية الإسلامية المتشددة هناك إرهاب محدد داخل إسرائيل اليوم أنظر إلى المتدينين كيف يتعاملون داخل إسرائيل هذا هو إرهاب إرهاب داخلي وإرهاب يمارس على مستوى الدولة بصورة أو بأخرى ده إرهاب داخلي أنظر إلى الحركات الإرهابية في إسرائيل 64 حركة عنف موجودة هي اللي بتغزي الإرهاب هي اللي بتغزي حركة المستوطنين في الأقصى هي اللي بتحاول تبني الهيكل في هذا التوقيت ترجمة نانسي قنقر